السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم طلابنا العزاء وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم راح نتكلم عن 3 types of translation by ياكوبسن طبعاً أكناس تلفظ جاكوبسن بس يعتقد أنه يلفظ ياكوبسن 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 طيب أول نوع اللي هو لأنها تتسجل شمكة لغوية عشرة الهنوية في الامر aynı هذا جيد جلد اطلاق أو تظلم عشرة الهنوية طبعاً النوع الأول من هذا النوع ولي قسم من هذا ياكوبسن قال إنه هناك ثلاثانواع لي الترجمة النوع الأول من الترجمة اللي هو آني عندي كلمة لغوية أستبدلها بكلمة أخرى بنفس اللغة مثل ما أني عندي كلمة ancient معناها very old h بالضبط طيب نوع الثاني اللي هو replacing a linguistic sign by other linguistic sign in different language this is termed translation proper أترجم جملة بجملة أخرى أو كلمة بكلمة أخرى أو عبارة بعبارة أخرى من لغة إلى لغة أخرى يعني مثلا باللغة العربية he has played or he played football لعب كرة القدر الأخرى كترجم عربي innglesi innglesi عربي أو الأخرى من أي لغة بالعالم يعني صيني yabani ما لا علاقة إذن هذا يكون بين لغتين النوع الثالث النوع الثالث replacing a linguistic sign by non-linguistics sign this termed transmutation sorry an anti-semitic translation نوع الثالث من أنواع الترجمة وهو استبدال الكلمة بكلمة غير لغوية non-linguistics sign شن يعني non-linguistics sign يعني إشارة يعني ليست لغوية خلينا نقول مثلا يعني مثلا خليسوا يقول green light اللون الأخضر معناها go مثلا red light معناها stop hitch يعني مثلا أعطفد إشارة في شيء معين يعني هذا هو المقصود بالنوع الثالث من أنواع الترجمة وفقا للعالم ياكب شكرا